ممكن من الأخبار اللي كانت مهمة جداً ويعني الصبح طبعاً صحينا عليها هو وفاة الفريق عبد المنعم خليل أحد أبرز أبطال حرب أكتوبر قائد الجيش التاني الميداني خلال الحرب وعلى مدار خدمته الطويلة في القوات المسلحة المصرية تولى الفريق عبد المنعم خليل القيادة من منصب قائد فصيلة عاكب تخرجه فيه الكلية الحربية مروراً بقيادة وحدات أكبر ووصولاً لقيادته للجيش التاني الميداني مرتين في أخطر وأهم الفترات اللي مرت على الجيش التاني الميداني في تاريخه مرة في حرب الاستنزاف والمرة الأخرى في الجزء التاني من حرب أكتوبر